مع بداية كل شهر أصدقائي بيكون في عنا سلسلة ومجموعة من تطبيقات الآيفون دعنا نتعرف على تطبيقات شهر 9 اللي بتحيوى جموع من التطبيقات الجميلة والمفيدة نتعرف عليها بفيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي رجعنا بهذا الفيديو رح نحكي فيه عن تطبيقات شهر 9 لكن قبل هيك أصدقائي المهتمين بعالم الآيفون والخطوات والحركات المخفية وأيضا التطبيقات المتميزة لا ينسى بالسمرار أن تابع القناة وعمل اشتراك وكيد يتعجبكم المقطع يعطينا لايك بالانتقال لأول تطبيق أصدقائي معنا تطبيق لهو فايل كونفيرتر هذا التطبيق بتميز بعدة أمور جميلة طبعا مهمته الأساسية هو تحويل الملفات أو الصور أو النغمات أو حتى الفيديوهات لا صيغ ثانية بيحوي كمية هائلة من الصيغ يعني مثلا لو دخلنا للصور هذه هي الامج كونفيرتر سنرى كمية الصيغ اللي عنا فمثلا عنا صيغة الـ AI الـ PMB أكيد الـ PNG PSD كمية هائلة جدا من الصيغ أنت تستفيد منها وبتحولها فأي ملف ممكن يصير يفتح عندك بعد ما تحوله بهذا الملف وطبعا هذا الكلام يتطبق على كل التطبيقات أو كل الفايلات والملفات اللي بدعمها فهو تطبيق فعلا مفيد بشكل كبير أما التطبيق التالي أصدقائي فهو تطبيق بيست فكرته حلو هذا التطبيق فهو مهمته أنه كل شيء أنت بتقوم بنسخه من كتابة من يعني النصوص بيحفظ لك ياها بـ History هون فأنت مثلا لو نسخت شيء ورحدك تنسخه بمكان ثاني وبالغلط كنت نسخ شيء ثاني فأمكن أنت تضيعه وتفقده لكن متى ما دخلت على هذا التطبيق رح يعطيك الـ History كامل تبعا كل شيء رح يكون موجود هون فبالتالي ما بضيع عليك أي شيء وبالانتقال للتطبيق الثالث أصدقائي واللي اسمه App Raven هذا التطبيق رهيب يا جماعة أول ما تدخل عليه لازم تسجل في حسابك نفسه اللي مسجله انت على الـ App Store أو نفس اللي هو الـ App Store فكرته هذا التطبيق آمن ما فيه أي مشاكل للناس اللي يعني بخافهم موضوع الأمان والمعلومات ما عندك أي مشكلة فيه خصوصين موجود على الـ App Store يأخذ لك فكرته أو شيء مشابه كثير لنفس الـ App Store ستلاقي فيه كل التطبيقات لكن التصنيف اللي فيه رهيب جدا بساعدك بالحصول على أجدد التطبيقات أحدث التطبيقات التطبيقات اللي عليها سيل تنزيلات التطبيقات المجانية وكذا طبعا أمر يعني تابع للألعاب ففعلا مفيد كثير أنا كثير بأخذ منه تطبيقات من هون مجرد ما أدخل أبلش أبحث بهذا الشكل عندنا هون شيء اسمه popular المشهور عندك هون on sale ممكن تطبيقات كثير هون تكون مدفوعة صارت مجانية لفترة محددة فبتقوم أنت بتنزيلها فبشكل عام فكرة التطبيق مفيدة كثير للناس اللي بيحب ينزلوا كثير تطبيقات أما تطبيق الرابع أصدقائي وإحنا الآن مقبلين على بداية مدارس وجامعات فهذا بهم الطلاب بشكل كبير تطبيق Microsoft Math هذا تطبيق مهمته يحلك معادلات رياضية بشكل متميز وجميل جدا فإمكانك بعدة طرق وحالات عندك أول طريقة اللي هي أنك تصور نفس المعادلة تكون أنت كاتبها مكتوبة عندك على بفترك وتقوم بتصويرها بالكاميرا ويقوم بتحليلها وأيضا بحللك إياها مباشرة وبعطيك خطوات الحل أما الطريقة التالية أصدقائي فهي رسم فإنت مثلا لو نحط شيء كثير بسيط يعني كتبنا هون أي شيء تحط له بهذا الشكل رح يبلش يحلله مباشرة ويعطيك له الجواب بشكل مباشر طبعا مثل ما شايفين هون للتأكيد فقط هيحللها أنا عارف أنه شيء تافه اللي حطيته لكن بشكل عام هاي هي الفكرة أنه عنده قدرة على تحليل أي شيء فأنا أخذ مثال ثاني فالأجي أن نأخذ مثال ثاني مثلا يعني حتى أنه بقدر يحلل كثير أشياء هاي لو حلت حطيني مثلا جذر الأربعة لأي سبب نيا فبقدر عنده قدرة على تحليله بهذا الشكل ويعطيك الجواب بشكل سريع ويعني فيه حكيت لك دقة إذا أنت بتكتب المعادلة بشكل صحيح وأكيد آخر شيء عننا طريقة لهي موضوع الكتابة أنك تكتب الدخله بشكل كتابة يدوية وبيحل لك ياها للناس المهتمة بعالم التصوير وتعديل الصور التطبيق التالي بيخدمك بشكل كبير فهو متخصص بتعديل الصور ووضع ألوان لها جميلة فمثلا لو أخذنا هون صورة إلي إلي هاي فترة بأعدل عليها الصورة كل ما يكون فيه تطبيق ويجربوا عليها بصورها طبعا بنفس الآيفون نحط هنا استمر وأيضا منبلش نروح على الفلاتر ونحط فيه كمية فلاتر هائلة جدا بهذا التطبيق فمكانك تختار وتبلش تعدل منها أيضا مو بس فلاتر فيه عندك أكيد هون عملية التحرير على الصورة بشكل كامل رفع لضاءة خفض لضاءة القص منها ففيه خيارات واسعة من التطبيقات اللي أنا فعلا بفضلها من ناحية استخدام التعديل على الصور التطبيق اللي بعده أصدقائي واللي هو متخصص بموضوع اليونت وتحويل الوحدات عنده قدرة هائلة على تحويل وحدات كبيرة جدا بحويها هذا التطبيق فيك تحول من أي شي لأي شي فيه كمية من الوحدات هائلة جدا بتفيدك بالتحويل بعملية سريعة وتطبيق قبل أخير ومثل ما تعودنا عطول بيكون في عنا تطبيق للخلفيات وأكيد لعبة بنهاية الفيديو فهذا التطبيق للخلفيات اللي معنا لليوم يعطينا كمية من الخلفيات أيضا جميلة ومثل مشافين كلهم صنف وكل صنف منهم فيك تدخل عليه بتلاقي فيه كمية من الخلفيات لا بأس فيها وأخيرا أصدقائي مع لعبتنا لليوم ولعبة اليوم شوي مختلفة بالعادة بحب أحط ألعاب خفيفة وبغرافيكس تكون هادي لكن اليوم فعلا اللعبة جميلة جدا والغرافيكس اللي فيها قوي ونفس الوقت جميلة والفكرة اللي فيها أنه بتلعب بشكل طولي ليس محتاج أنك تلف في الهاتف ففكرتها حلوة مثل مشافين لغرافيكس فيها عالي كثير يا جماعة وحلو وطبعا بالنسبة للآيفون هذه الأمور تشغيلها سهلة جدا اللعبة هي عبارة عن مراحل اللي بتمشي فيها وبتقاتل أنت الأشرار بهذا الشكل فأنا بنصح فيها بشكل كبير أصديقا وهيكا نحن بنكون وصلنا لنهاية الفيديو وأتمنى الفيديو يكون لأعجابكم واستفدتم منه واستمتعتوا فيه اكتب لي رأيك بصندوق التعليقات بأكثر تطبيق عجبك وهل أنت معجب بهاي سلسلة ونستمر فيها أو لا كما أقعد من قناة Second Stick سلام عليكم ورحمة الله وبركاته